وقالت سوريا بشدة الانحياز الواضح الذي تمارسه المفاوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي في التعاطي مع الاحداث في سوريا وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في جينيف ان بيلاي تتغاضى عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان التي ترتكبها مجموعة القاعدة والنصرة والتكفيريون الاخرون وضاف ان المفاوضة قدمت تهويلا لم يسبق له مثيل للوضع في مدينة القصير وصل الى حد الخيال الصرف حيث تنبأت بحدوث مجازر قبل عشرين يوما من بدء الاحداث وبين الحموي ان مواصلة المفاوضة انكار حق الدولة السورية بحماية شعبها امام ارهاب الاف التكفيريين المرتزقة الذين قدموا من اكثر من اربعين دولة وبتسهيلات تقدمها لهم قطر وتركيا يشكل سابقة خطيرة ومقلقة في عمل الامم المتحدة ويدر بمصداقية نظام حقوق الانسان في المنظمة الدولية وفي العالم كله